بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو دوت هو الخطوة الثانية في المجموعة بتاعته الحقيقة فيه توضيح بسيط قبل ما أبدأ الخطوة الثانية الغرض من المجموعة ديت هي شرح الكونسبت بتاعت البحث العلمي بصفة عامة فمثلا في الفيديو الأولاني أنا تكلمت على الكمبيوتر ساينس الحقيقة أنا ما كنتش أقصده بعينه أنا ذكرته كمجرد مثال لأنه هو تخصص بتاعي كمان أنا شرحت الاند نوت برضو أنا ما كنتش أقصده بعينه أنت ممكن تستخدم أي ريفرنس مانجر بنفس الطريقة فمثلا من ديلي ممكن تستخدمه لأنه فري لكن السبب أني ذكرت إن النوت أني باستخدمه بقالي سبع سنين بالإضافة أن الكلام دوت مش مسلمات دي مجرد خبرة شخصية أنت تقدر تزود أفكارك الخاصة برحتك في الفيديو اللي فات جاوبنا على سؤالين إزاي يبدأ عماية البحث وإزاي ينظم عماية البحث المرة دي هنجاوب على إزاي أختار النقطة البحثية وإلى أبحاث والمراجع المفروض طلع عليها وإزاي يتأكد من جودتها وطبعا النقطة دي هتمرتبطة بشكل كبير بإزاي أنشر بحثة إزاي أختار النقطة البحثية في حاجتين بلغباته أي باحث لما يجي يجاوب على السؤال ده الحاجة الأولانية أنه معتقد أنه لازم يخترع شيء جديد الحاجة التانية أنه رابط بين البحث العلمي والبراكتكال إكسيبرينز فعلى سبيل المثال طالب كومبيوتر ساينز أخذ كورس سيسكو فبعد كده قرر أنه هو يعمل ريسيرش بتاعه في النتورك لكن الحقيقة البحث العلمي مختلف عن الكلام ده البحث العلمي عبارة عن دراسة مكسفة لنقطة بعينها ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل مرتبطة بالنقطة دي أو تحسين حلول موجودة أما لو كان فيه أفكار جديدة بالنسبة للنقطة فدخلوا بركة طيب نرجع للسؤال إزاي يختار النقطة بتاعتين الطريق الأسهل أنك تخش في بروژيكت شغال ده طبعا هيأثر عليك خطوات كتير الطريق الثاني هجيب وراء ألم وتبتقي تكتب الكواليفيكيشنز بتاعتك أو الحاجات اللي انت تعرفها مثلا أعرف C, C++, Java, Oracle, Breathing System, Algorithm الاخي 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 هاخد الحاجات ديت واروح لأدفيزر أو أكتر أقوله لو سمحت دي الكواليفيكيشنز بتاعتك إيه النقطة اللي تنصحني أكمل فيها طريقة الثانية لأ انت قررت اللي انت تكمل في حاجة من اتنين مثلا Cloud Computing و Data Mining هتروح على جوجل وتكتب Cloud Computing Precourses وتبتقي تفتح الكورس ديسكريبشن بتاعة الجامعات المختلفة وتقارن بينهم فمثلا هنا فتحنا اتنين نبص على الأولاني هنشوف هنا مثلا انت لازم تكون عارف Java و C و C++ لازم تكون عارف Low Level Programming وخاصة على Linux لازم تكون عارف Mathematics وبناء على الحاجات اللي انت عارفها تقدر تعرف ايه أقرب نقطة او اسهل نقطة بالنسبة لك تقدر تكمل فيها وحتى لو حبيت تكمل في نقطة هي مش الأقرب لك هتبتدي تكمل الكورس اللي انت مفروض تعرفها بالنسبة لها طيب دلوقتي انا قررت اكمل مع نقطة معينة خلاص استوفيت ال Precurs بتاعتها وممكن اكمل فيها دلوقتي ايه المفروض اقرأوه المفروض اول ما تبدأ ما تقرأش بيبرز لان البيبرز بيبقى فيها مصطلحات وتفاصيل انت مش هتقدر تعرفها من اول مرة المفضل انك تبدأ بكتب كتب تشرح الكونسبت بتاعت النقطة دي هنفرض على سبيل المثال انك اخترت تكمل في Cloud Computing دلوقتي هتعمل ايه هتدخل على جوجل جوجل بوكس وهتكتب مثلا Cloud Computing هتطلع لك كتب كتير جدا طب دلوقتي تختار انا واحد منهم هنا يجي دور الادفايزر هو اللي مفروض يقول لك اقرأ الكتاب بتاع الكاتب الفلاني غير كده التاريخ بتاع الكتاب نفسه بيحدد قيمة الكتاب لان كل ما يكون احدث كل ما هيكون افضل بالنسبة لك غير كده تقدر برضو تقرأ البريفيس على جوجل بوكس جوجل بوكس طبعا بتصبرت اللي انت تقرأ البريفيس عليه بالاضافة ان جوجل بوكس 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 و لو البريفيو دوت مش كافي بالنسبة لك ممكن تدخل على موقع زي امازون وتكتب اسم الكتاب وتشوف البريفيو بتاعه طيب نيجي بقى للكلام المهم دلوقتي انا عرفت كتاب بعيني اجيب الكتاب ده ازاي وده ما اكتر ايه يا ما تشتريه يا ما اجيو مجانة طيب تشتري منين ممكن تشتري مباشرة من موقع امازون او ممكن تشتريه من احد الجهيات اللي بتبيع كتب العلمي فانت لو في مصر وسألت اي حد في حاسبات او هندسة هيقولك على طول روح لعمي سعد طيب لو عاوز اجيب الكتاب مجانا لو عاوز تجيب الكتاب مجانا يا اما تروح مكتبة الكلية او احد مكتبات مراكز الابحاث المتصلة بالمجال بتاعك او تروح لطريق تاني لكن الطريق التاني دوت ليه ابعاد دينية واخلاقية واقتصادية والموضوع ده عليه اختلاف كبير فانا هقولك الطريقة وانت تحدد الابعاد ديت براحتك الطريق التاني دوت مرتبط بتطور الكمبيوتر وهو كرسانة الكتب في مواقع كتير بتعمل الكلام دوت اشهرها كان جيجابيديا الموقع دوت بعد ما تشهر اصبح اسمه library.nu ووصل اقتصاده لعشرة مليون دولار مفروض الاقتصاد دوت كان يبقى الارم البابلشيرز الاصليين اللي هم يغيروا سياستهم لان في الوقت دوت صعب ان حد يشتري كتاب في حين انه هو ممكن يخزن الاف الكتب على ايباد لكن هما حربوه بطريقة تانية حربوه قانونيا وفعلا ادروا يسقطوا الموقع ده بعدها على طول ظهر الاف الموقع فمثلا موقع البديل تماما لي اللي هو librarygenesis.com في موقع تاني زي ايبوك او اي دي واللينك التالت دوت فيه لستة كبيرة جدا من مواقع القرصانة الكتب فمثلا نشوف هنا مثلا librarygenesis هنكتب مثلا حاجة زي cloud computing مشكلة librarygenesis دوت اللي هو مفيش براوزنج للكتب يعني انت لازم تكتب في السرش هنا وتشوف النتائج اللي هتطلع لك طيب فيه موقع بديل اه الموقع التاني اللي انا كتبته اللي هو ebook oid ودوت تقدر تعمل براوز للكتب زي ما انت شايف وهنا طبعا عندنا لستة كبيرة جدا هارفقها بالفيديو فيها مواقع كتيرة للكتب دي دلوقتي انت خلصت كتاب او اكتر وبقى عندك fundamentals كويسة بالنسبة للنقطة الوقت ده انت تقدر تتنقل الاوراق البحثية زي ما انتوا عارفين الاوراق البحثية في منها journal وفي منها conference طيب مبدئيا انت لازم تبدأ بسيرفي بيبر سيرفي بيبر دية بيبر بتجمع التشالينجز والسوليوشنز النقطة معينة بعد كاتب تتنقل للبيبرز العادية نيجي للكلام المهم ازاي احدد جودة المرجع اللي انا بقرنه اهم حاجة واول حاجة التاريخ طبعا احنا تكلمنا عالكلام دوت في الفيديو الاولين انت محتاج اخر المراجع اللي بتتكلم عن نقطة بتاعتك بعد كده فيه عدة معايير تانية زي البابليشر والرانكينج بتاع الكونفرنس او الجورنال زي الاوثورز زي خبرة الكلاو وهنتكلم عن كل واحدة على حدا بالنسبة للرانكينج المقصود به الرانكينج بتاع الكونفرنس او الجورنال لان جودة البيبر بتحدد بجودة الكونفرنس او الجورنال بنسبة كبيرة لكن مش 100% فلو كانت كونفرنس بيبر انت بتعمل سيرش على كونفرنس رانكينج عشان تعرف الرانكينج بتاع الكونفرنس دون انما لو كانت جورنال بيبر فانت ممكن تعرف جودة الجورنال ديت من خلال حاجة اسمها الامباكت فاكتور والامباكت فاكتور هو عبارة عن متوسط سيتيشن بالنسبة للسنة دي للبيبر اللي اتنشرت في الجورنال الفلانية خلال سنتين سابقتين معنى الكلام دوت ان لو في جورنال ليسه جديدة مش هيكون لها امباكت فاكتور قبل ما يعادي على سنتين كاملاتين الامباكت فاكتور بنقدر نعرفه من جورنال ويب سايت او من الاي اس اي ويب سايت او من الموقع اللي احنا شايفينه قدامنا دهو كمان الناس بتربط بين البابلشر والجورنال يعني مثلا في ناس تفتكر اللي اي جورنال موجودة في او في اي تريبل اي معناها اللي هي جورنال كويس لا الكلام دوت مش دقيق تعالوا نشوف الكلام دوت بصورة عملية هندخل على جوجل سكولر ونكتب كي وورد ونسرش هنفتح في البداية كونفرنس بيبر عاوزين نعرف البيبر دي كويس او لا هناخد الكونفرنس نيم وهندخل على جوجل مرة تانية ونشوف بعض الكونفرنس رانكينج لست هنفتح لست منهم طبعا الليست ديت بتسجل التوب كونفرنس في كمبيوتر ساينس وبتسجل الاكسبتنس ريت بتاع الكونفرنس طبعا الاكسبتنس ريت ده حاجة مهمة لان كل ما يقل معناها الكونفرنس قوي وكل ما يزيد معناها الكونفرنس اقل في الجودة طيب للأسف في الجودة التابعة ملاح mushroom ممكن ندور في الجودة التانية او ممكن نبدأ نرى الحال التاني يجب والمحارب الكونفرنس نفسه فاتحنا الوب بيجبك الكونفرنسود عاوزين نشوف شوية معلومات ثلاث حاجات مفروض نسرش عليهم عمر الكونفرنس، الكوم Theater عمر الكونفرنس هنا مش واضح هو هنا مكتوب 09 لا، 0.9 مش مفروض اللي هو مقصود بالتاسع لا، ممكن يكون مقصود بالتاسع طيب، عاوزين نتأكد من الكلام دوت؟ هنشوف HBC07 هنلاقيه كان موجود برده طيب، الcommittee members طبعا نقدر نعرفهم لو أنت بتدور في الفيلد بقالك فترة هتبدأ تعرف مين الممبر المتخصصين في المجال طيب، بالنسبة للجورنال بيبر هنرجع تاني cloud.sim ونفتح جورنال بيبر هنلاقي البيبر ديت موجودة في جورنال اسمها سوفتوير براكتس اند اكسي بريد هنفتح الويب بيج بتاع الجورنال ديت من هنا هنلاقي مثلا ان الجورنال ديت الامباكت فاكتور بتاعها نص طبعا نص بالنسبة لكمبيوتر ساينس هي قيمة معقولة جدا طيب، هو في مكان تاني نقدر نعرف منه الامباكت فاكتور طبعا فيه اكتر مكان منهم موقع اسمه SGR الموقع دوت بنقدر نعمل فيه سيرش على اي جورنال موجودة في الSCI الاندكس طيب، لان السيرش بتاع الموقع بعفية شوية فاحنا اخترنا نعمل سيرش بالنمبر بتاع الجورنال فانا هنجيب النمبر دوت ونعمل بيه سيرش وتلع معلومات عن الجورنال زي ما احنا شايفين الجورنال دوت موجود في المملكة المتحدة وتخصصه كمبيوتر ساينس وبينشر في التخصصين وفيه حاجة اسمها Q3 و Q2 طيب ايه هو Q3 و Q2؟ الحقيقة ان الامباكت فاكتور هي قيمة مش دقيقة بسبب حاجتين بعض الناس بتعمل self citation يعني دلوقتي هنشر بيبر جديدة هبتدي اعمل فيها citation لبيبر قديمة قد نشرتها او بيبر لحد في الجوروب بتاعي وهكذا الحاجة التانية ان الامباكت فاكتور مختلف من فيلد الفيلد يعني مثلا في الطب فيه امباكت فاكتور لغاية 30 لكن الكمبيوتر ساينس الامباكت فاكتور لغاية 5 او 6 دي حاجة وهمية فهنشوف مثلا القيمة بتاعت ال Q3 ديت هيقولك ان ال Q ديت او ال Q number دوت معناها ان ال Q1 هو اعلى و Q4 هي القيمة والقيم بتاعت ال Q number ديت هي قيم خاصة بالموقع نفسه هو عملها كدلالة على الجودة زي الامباكت فاكتور بالضغط لو لاحظنا نغاية دلوقتي غالبا احنا بنعمل سيرش للبيبرز اللي احنا عوزينها على جوجل سكولر ايه هو جوجل سكولر دوت جوجل سكولر دوت عبارة عن اندكس فيه انجين بيعمل كراولينج على اي pdf لصورة البابر العلمية اللي هو بيبدأ مثلا بالتايتل بعد كده الافيليشنز وبينتهي بالريفرنس ويعمل لها اندكس في الاندكس بتاعه فكرة الاندكس بصفة عامة هو مكان بيضم كل الانفورميشن بتاعت جورنالز فيلد معينة وده طبعا عشان يسهل عملية البحث قبل ما يكون فيه حاجة اسمها جوجل معنى الكلام دوت اللي فيه انديسيز تانية غير الجوجل سكولر اه طبعا وبعضها ادم منه لكن الفرق ان ان انديسيز ديت بتحتاج اكسس خاص بها يعني مش فري على سبيل المثال من اشهر الانديسيز حاجة زي البابميد وده خاص بالجورنالز الطبية حاجة كمان زي الاي اي اندكس وده خاص بالجورنالز والكونفرنس الهندسية الحاجة الثالثة اللي هو من اشهر واقوى الانديسيز اللي هو isi web of knowledge وده بيتضم اثنين انديكس الاولاني خاص بالجورنالز اللي هو اسمه sci ولما كبر بقى اسمه sci اللي هو science citation index expand الانديكس التاني اسمه isicb وده خاص بالكونفرنز طبعا منظمة ال isi هي اللي عملت ال impact factor معنى كلام دوك اي حاجة موجودة او اي جورنال موجودة في ال sci index مفروض يكون لها impact factor لكن اللي موجود في ال cb index الخاص بالكونفرنس طبعا ملهوش impact factor والاتنين اندسيس دول بيغطوا مجالات علمية بصفة عامة زي الطب والهندسة والفيزيكس وغيره كمان ممكن تكون جورنال متغطية بأكتر من اندكس يعني مثلا جورنال موجودة في ال-EI وفي نفس الوقت موجودة في ال-SCI وممكن تكون جورنال موجودة في البابميد وفي نفس الوقت موجودة في ال-SCI لكن لو جورنال موجودة في ال-EI فقط او البابميد فقط مش هيكون لها امباكت فاكتور طيب هو فيه فرق في الجودة بين الجورنال الموجودة في اندكس ومش موجودة في اندكس تاني اه طبعا على سبيل المثال SCI journals هي مفروض افضل للجورنال الموجودة لان ال-ISI حتى ال-Requirements معينة لأي جورنال عاوزة تدخل في ال-index يليها طبعا بقيت ال-index طيب احنا حكينا القصة طويلة العريضة بتاعت ال-index ديت ليه؟ لان فيه طريق مختصر بدل ما نعمل search في جوجل ونرجع ندور مرة تانية على ال-quality بتاعت ال-paper لأ احنا ممكن ندور في ال-index الخاص بال-index ديت مباشرة على سبيل المثال هنا ال-web of knowledge ل-search engine خاص بي وال-bub mid برضو ل-search website خاص بي وال-EI نفس الكلام لكن زي ما قلت لكم ال-databases ديت محتاجة access خاص من خلال حساب مدفوع او من خلال بروكسي لجمع طيب انت دلوقتي قلت اللي فيه index الجورنالز اللي فيه اعلى جودة من index تاني طيب لو فيه مثلاً paper موجودة في ال-EI index فقط عاوز اعرف هي كويسة ولا في الحالة ديت هعمل ايه مع الوقت هتكتسب خبرة وهتلاحظ حاجتين الحاجة الاولانية هتبطي تلاحظ ان فيه اوصر او مجموعة من الاوصر اسمهم بيتكرر على اكتر من paper في نقطة معينة دي طبعاً هتبقى حاجة كويسة جداً بالنسبة لك لان هم شغالين بقالهم فترة في النقطة دية فلو اتبعتهم هيبطي يتفتح لك ابواب جديدة الحاجة التانية هي الخبرة برضو مع الوقت هتبطي تكتسب خبرة انك مجرد ما تقرأ ال-abstract وال-sumery وال-experiments هتعرف ال-paper ديت كويسة ولا نيجي بقى للسؤال ازاي انشر بحس علمي طبعاً اجابة السؤال دوت تتوقف على requirements المطلوبة منك والوقت المتاح بالنسبة لك والفونتس اللي معاك بالنسبة للـ requirements مثلاً هنا في الصين محس الدكتوران في computer science ينشر بحس او اتنين SI طيب دلوقتي هتبقى فضل لنا الوقت والفونت ازاي؟ طبعاً ال-SI ال-quality بتاعتها اعلى من ال-EI او الباب ميد مثلاً لكن في المقابل ال-SI اغلبهم free لكن نشرف ال-EI غالباً بفلوس الوقت اللي مع ال-SI في المتوسط ست شهور الوقت عشان تنشر في EI في المتوسط حوالي 3 شهور وطبعاً كل ما زادت جودة الجورنال او ال-conference بتزيد صعوبة النشر فيه وبيكون ال-acceptance read بتاعه اقل اما لو انت مركز على الناحية العلمية بغض النظر على requirements فطبعاً انك تنشر في SI بغض النظر على الناحية العلمية وهتفتح لك فرص اكتر في الشغل كل الكلام اللي احنا اتكلمناه على الجورنال وال-quality بتاعتها بالنسبة للقراءة هو هو نفسه بالنسبة للنشر اللي هنزوده اللي انت في النشر انت محتاج لستة تدور فيها على الجورنال المناسبة اللي انت تنشر فيه فموقع زي sgr بيوفر لك الليست ديت انت بتحدد ال-area بعدك تدور search مثلاً هنا computer science طلع لي كل الحاجات او كل الجورنالز ال-si طبعاً انت ممكن هنا تعيد ترتيبهم زي ما تحب الكلام نفسه بالنسبة لل-ei انت برضو ممكن تطلع list وطبعاً زي ما انت عارفين ال-ei هو خاص بال-engineering بالاضافة ان الصين عملت list خاص بي طبعاً زي ما قلنا بلكده ال-impact factor هو مشكلة حقيقية هم عارفين الموضوع دوت فعملوا تقييم خاص بيهم وعادوا ترتيب الجورنال-si بحيث ادوا لكل جورنال قيمة من 1 ل4 1 اعلى قيمة و4 اعلى قيمة هنا ممكن تشوف حاجة اخدت رانك 1 لكن ال-impact factor بتاعها اقل من حاجة اخدت رانك 2 طيب لو انت الوقتي محتاج list للconference ممكن بكل بساطة تيجي على جوجل وتكتب conference call وتكتب التخصص بتاعك ممكن يطلع لك list او اثنين بالاضافة ان في جامعة في الصين عملت dynamic list لconference في مجموعة من التخصصات غير كده عملت رانك للكonference دوت من ولا نجمة لخمس نجوم ولا نجمة دوت اعلى حاجة وخمس نجوم اكتر حاجة وكده يبقى شرحنا في الفيديو دوت ازاي نختار نقطة البحث ايه الابحث المراجعة المفروض اطلع عليها وازاي تأكد من جودتها وايه الاماكن اللي انشر فيها البحث الاني نسألكم ادعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنوب اشتركوا في القناة